عبد المهدي اعتذر عن استقبال وفود المهنئين والاكتفاء بالسلام الرسائل والمكالمات للتهنئة بمناسبة تكليفه بالمنصب باستثناء حالات خاصة كالممثلين الأمميين وبحسب بيان اللي عبد المهدي أكد فيه أنه نظراً للكم الهائر من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني أو لعرض البرامج والأفكار أو للترشح فإنه يعتذر من رؤساء البعتات الدبلوماسية وشخصية الرفيعة عن تنظيم لقاءات خلال هذه المدة باستثناء حالات خاصة جداً كممثل الأمين العام للأمم المتحدة مبين أنه تستطيع هذه البعتات نقل الرسائل سواء عبر وزارة الخارجية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو مكتبه أو عن طريق البريد الألكتروني والمكالمات الهاتفية ترجمة نانسي قنقر